السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في قناة تفسير الأحلام الرقي الشرعية ودعاء الحاجة اليوم إن شاء الله سوف أتحدث عن شيء جميل وهو الرموز في الأحلام التي تدل على قرب الزواج بالنسبة للعزباء نحن نعلم بأن بعض الأحلام هي عبارة عن أضغاة أحلام يعني الإنسان لو كان لديه يتكرر الأحلام كثيرا يعني نفس الحلم يتكرر كثيرا فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يرشده إلى شيء ما لكن في بعض الأحيان نحن فقط نحلم ونحلم ونحلم وتكرار كثير من الأحلام يعني أن هناك نقص في بعض الفيتامين مثل الفيتامين بي كومبلكس في الجسم لكن بعض الأحلام لها تفسيرات وهناك بعض الرموز التي تدهر في المنام والتي تشير إلى قرب الزواج بالنسبة للعازب أو بالنسبة العازبة مثلا كارتداء الحلي والمجوهرات فكلما رأس المرأة أنها يعني العزباء أنها ترصدي حليا أو مجرى الجوهرات في المنام فهذا رمز إلى أن هذه الفتاة سوف تتزوج قريبا إن شاء الله من رأى في منام القرآن الكريم فهذا القرآن هو يعني القرآن هو كعقد هو يعني عقد كعقد بين الله وبين البشرية فالقرآن يعني 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 فيه جميع يعني جميع محتويات جميع ما يخص البشرية في علاقاتها ولذلك القرآن الكريم يعني في الحلم هو ذليل على عقد القرآن من حلمت أنها سوف تحجر إلى بيت الله الحرام هذا من يعني من الرموز التي تعني وتدل على قرب الزواج من رأت الحذاء في المنام فالحذاء دائما الحذاء في المنام يعني سترة يعني ستر الحذاء يعني يعني حصانة والحذاء يعني رؤية الحذاء في المنام يعني الزواج إن شاء الله قريبا خاصة الحذاء يعني الأسود من حلمت أنها يعني من حلمت أنها ماتت في حلمها يعني الموت فهذه الحال لا تفجعي فالموت هنا لك سوف تنتقلين من حياة إلى حياة أخرى فالموت وانتقال ولذلك الموت يعني انتقال إلى الحياة الزوجية دخول الجنة ورؤية العازبة في منامها أن تدخل الجنة فهذا رمز أن إن شاء الله سوف تتزوج برجل وستستعد استعادة عالية وسوف تعيش عيشة هانئة إن شاء الله رؤية القمر في المنام ونحن نعلم أن السيدة صفية هي قبل أن تتزوج رسول عليه الصلاة والسلام قد حلمت أن قد حلمت أن القمر ينزل إلى حجرها فقالت ذلك لأمها أو لأبوها وكان الرد أن أمها أو أبوها قد طرشها أو طرشتها وقالت لها سوف تتزوجين من سيد يعني العرب سيد العرب هو الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك تحققت يعني رؤيتها والقمر هو الزواج من رجل مرموق المكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرؤية فرؤية مثلا المرأة أو البنت العزباء للقمر يعني سوف تتزوج من رجل عظيم وله مكان عالي له مكان عالي ربما أخلاقيا رؤية الشاب الأعزب للشمس في أحلامه يعني سوف يتزوج إن شاء الله قريبا حرط الأرض وثقايتها والحرط كلما يعني نسائكم حرط لكم الحرط هو يعني الحرط الأرض وثقاية الأرض يعني في الماء هو رمض للزواج القريب كذلك يعني نحرط سوف نحصد ولذلك نتزوج لنتوالد وهناك حرط وحصاد رؤية الماء في المنام هي دليل كذلك على الزواج رؤية الفراش أو تغييره لمن كانت عزباء تدل على قرب الزواج كذلك الفتاة التي يعني أو البنت العزباء التي تحلم أنها ترتدي توبة زفاف في المنام هذا يعني هذه إحدى دلالات اقتراب زواجها رؤية الماء في المنام دليل على الزواج وكذلك إذا حلمت الفتاة أنها ترتدي تاجا فتاج المرأة هو زوجها يعني في حلم هذا يعني أنها سوف تتزوج رؤية التمر في المنام يدل على الرزق الجيد وقد يكون كذلك زواجا سعيدا فالتمر رسولة سأنتقلك ما يقول رسولة السلام جائع من ما في بيته تمر لأن التمر هو غنى للجسد وبالنسبة للمرأة قد يكون زواج لأن الرجل بالنسبة للمرأة هو غنى لها من حلمت أن الأهلها وأقاربها يعني يجتمعون على وليمة فهذا يدل على زواج لأن الشماء الأقارب والأهل غالبا يكون على شيء سعيد كخطبة أو كعقيقة أو كزواج إذا حلمت الفتاة أو البنت العزبة أو الرجل العزب أنه انتقل من من منزل إلى منزل جديد فهذا يعني أن الإنسان سوف ينتقل من حياة ربما حياة العذوبية إلى حياة الزوجية رؤية القوارير الرسول يقول بأن المرأة كالقارورة ونحن لا يعلم معنى القارورة القارورة هي القارورة هي يعني كونتينر يعني من زجاج والقارورة تتكسر يعني بسرعة لذلك رسول ينسى قوارير عندكم يعني المرأة القارورة هي قارورة في حد ذاتها تعني محبوسة ولكن كذلك تعني يعني يعني حساسة سوف تنكسر بسرعة ولذلك رؤية القوارير والزوجات في المنام دليل للمرأة يذير على اقتراب الزواج معنى رأت في منامها الأسد وما هو الأسد هو سيد الغابع وسيد كذلك قومه سيد يعني البرائد للأسد هو السيد للحيوانات وكذلك حتى يعني الأولاد دياله زوجة دياله لبؤات فبالنسبة للفتاة رؤية الأسد في المنام يعني زواجها من راجل قاوي كالأسد وصاحب نفوذ يعني له نفوذ على ربما سيد قومه فالأسد فالأسد يعني القوة ويعني الحصانة بالنسبة للبؤ أو الأولاد دياله وكذلك في الواقع الأسد بالنسبة للفتاة التي لم تتزوج يعني زواجها من رجل قوي وصاحب نفوذ أيضا من يعني من 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 حلمت أنها تحصل على شيرة أو جواز صفر جديد الصفر بحد ذاته دائما يعني الانتقال كل ما يعني حلمنا في حياتنا أننا نسافر فالصفر هو الانتقال من حياة إلى حياة وكلما كان هذا الصفر الذي نحلم به يعني من وضعية كلما كان الحال في جميل يعني إما زواج سوف يكون هاذئ وصعيد وكلما كان الحال يعني أنك تغيرت يعني كنت في واحد البلد وسافرت البلد أخر لو كان إحساتك غير جيد فربما يعني سوف يكون زواج غير جيد لو كان إحساتك جميل فهذا يعني أن زواج سوف يكنزج ولكن على العموم تأشير أو جواز صفر جديد يعني تغيير الحياة تغيير عزوبية ودخول حياة الزوجية النظر في المرآة في المنام يعني بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثة العزبة أو العازب تعني الزواج في بعض الأحيان نحن نحلم في حياتنا أننا نتناول حيويات شهية الحلويات في المنام تعني أيضا الزواج وبذلك هنا يعني قد يعني ذكرت كل الرموز التي قد تأتي في المنام وهي تدل على إن شاء الله الزواج القريب وقد بات قريبا إن شاء الله فتفاعلوا فدائما تفاعلوا وإن شاء الله سوف أعطيكم سوف تجدون في الفيديوهات يعني دعاء وكيفية هذا الدعاء للزواج كل من يريد إن شاء الله الزواج يعني استبشروا وتفاعلوا وكل شيء فيه خير لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة